اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في السنة الفارطة ومساعدات اخوان لديل القانون لعضاء في النادي الملكي وكننا نضمو الجمع العام العادي دينا السنوي يوم 27 اكتوبر اللي كان مقرر باشه مر ورقم بعد مناقشة مع سيد المدير الجهوي ديال الشبيب ورياضة بمدينة مراكوش مناقشة مع بعض المسؤولون في مدينة مراكوش كان ملزوم عنا باش نعاول اول حاجة يمكن نديروها هو نرجعوا القانون النظام الأساسي 3009 ديال الجمعيات الرياضية وكان قانون أساسي نظام أساسي ونموذجي ديالجمعيات وكعفتوا من هذه الملكي ديما سباق الاحداث الأحداث فقلنا أول حاجة يمكن نديروها هي نضمو ضيجة النظام الأساسي ديالنا طيب قلل القانون 3009 المنظم للجمعيات الرياضية عاد ندوذل الجمع العام العادي ديالنا هذا ولي كدنا باش نضمو الآن اليوم هذا الجمع العام غير العادي بل غضي تمت الموافقة عليه على النظام الأساسي النموذجي وعلى النظام الداخلي ديالنادي الملكي سي عزيز بعد ما تمت المناقشة ديال القانون الجديد من سبب بينكم كرئيس ديالنادي وباقي الأعضاء واش أنتم راضين على ديال القانون الجديد وفعندنا ملاحظات لكي نكترى على هذا النظام الأساسي وحاولنا ما أمكن باش هاده الملاحظات اللي عندنا ندخلوها فننظام الداخلي ديالنا ويتم الموافقة علي تم الموافقة عليه في الجمع العام عاد نحاولون تحاولون تعاملون مع هذا النظام الأساسي الجديد فاحنا ملزمون مرغمون باش نتعملوا معاه فكانت عندنا مراسلة من السيد المندوق الجهاوي مراسلة من الجامعة الآن لباتفرض هاد النظام الأساسي على جميع الجمعيات لأنه ما يخفعش عليكم الآن إذا لم ندرنا هذا النظام الأساسي فحتى هذا هو وصل الإداع ديال المكتب ولا شيء يطع لنا في الجمع العام ديالنا فهو غير بحل لأنه لا يتجوش مع النظام الأساسي ديال الجمعيات فهذا لا بدخسنا أن نتبعه هذا النظام الأساسي نحن نتحدث بسبب 11 عضو داخل المكتب المثير نعرفوا الرأي جاء لهم وش كلهم كانوا راجين على القانون الأساسي وكلهم ووافقوا بالإجماع ومن خلال الحضور شهل جاء الحضور في هذا الجمع العام وفي الحقيقة في الأول كان أعضاء المكتب كانوا طيطلبوا باش نتبقوا لقاء النظام الأساسي اللي أصهر عليه الندي الملكي ولكن من البعد تأكدنا بأنه لا هروبة من هذا النظام الأساسي لأنه عندنا كي قلت لقبلة الوضع الإيصال ديال المكتب لا يمكن أن تطعوا النادي أو تنظيم دوليات دولية لا يمكن أن تطعوا النادي لما كان لديه نظام أساسي اللي تنتبق مع النظام الأساسي ديال الجمعية النموذج سأعزيز كثوأ الأخير فتنعرفوا أن القانون الأساسي يفرد بعض لوائح ويخصيكون أنه المرشاه اللائحة جاء له والأعضاء جاء له وكل هذا فيه بالزفجل كتب تقولوا صدع الراس فبنسبة لكم أنتما وشكين شي لوائح أو أنه عن شبوسي عزيز عادي يكون في ولاية أخرى أنا قلت تقدم الولاية أخرى ولكن يقدر تكون لائحة أخرى فالتخوف من عندنا كان في الحقيقة في النادي الملكي هو انتخابة باللائحة لأنه يقدر هذا شي يخلق ذي كله فوص الندي هذا شي اللي كنا تنتهربوا منه لأنه سنوضع عضو يدير معه 13 لأنه يقدر يمشي إلى 15 في اللائحة يكون معه 14 ينضع عضو أخرى يكون لائحة فيها 15 أخرين يكون العضو الثالث يقولوني بحالة دي كلونت يتنفسوا على هذا الشي فهذا الشي تنظن بأنه كان عندنا صعيب بزاف لحد الساعة ما عفتش كولي غيحط عند طلبات ديال الأعضاء بجديد ولاية غادي نحاول نزيد هذه الولاية إن شاء الله بحول الله ترجمة نانسي قنقر